تطور خطير في مسلسل التمردات المدعومة من الإمارات في محافظة أرخبيل سقطرة فقد أعلن القائم بأعمال قائد معسكر اللواء الأول مشاه بحري أركان حرب اللواء العميد ناصر عبد الله قيس تمرد هذا اللواء وباشر على الفور برفع الأعلام الانفصالية وإعلان الولاء للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات خطوة التمرد هذه ليست جديدة بالنسبة لللواء الأول مشاه بحري لكنها هذه المرة أكثر شمولا من حيث عدد الكتائب التي انضمت لتمرد وهي تقريبا الكتائب الأربع التي يجتمل عليها هذا اللواء وتضم الكتيبة الثالثة وكتيبة المدرعات وكتيبة الدفاع الجوي وكتيبة نوجد المرابطة في منطقة نوجد بجنوب جزيرة سقطرة لعب القائد المتمرد العميد قيس خلال السنوات الماضية دورا سيئا في الإسناد الخفي والمعلن لمجمل أعمال التمرد والتخريب التي شهدتها جزيرة سقطرة كبرى جزر الأرخبيل معتمدا على العناصر المنتمية إلى مناطق جنوبية عرفت بولائها للمجلس الانتقالي الانفصالي كالظالع ويافع وردفان والتي تشكل قوام ما يعرف اليوم بالأحزمة الأمنية والنخاب والقوات الجنوبية المدعومة من الإمارات والتي تتبنى الأجندة الانفصالية بشكل صريح تمرد بهذه التركيبة المناطقية دفع بالمراقبين إلى اعتبار محافظة أرخبيل سقطرة منذ اليوم مختطفة بالكامل من عناصر متمردة تتصرف على النقيض من المواقف المبدائية للغالبية العظمى من أبناء المحافظة ما فتئت السلطة المحلية بقيادة المحافظ رمز محروس تواجه التمردات المسلحة تل والتمردات والمدعومة من الإمارات وتنجح في إخمادها وفي إبقاء المحافظة في منأ عن صراع يهدد تماسكها الاجتماعي وموقف سكانها الرافض لجر المحافظة إلى صراعات مسلحة محفوفة بالتبعات الخطيرة فبعد استعادة معسكر قوات الأمن الخاصة وقبل ذلك الهجوم على منزل المحافظ واختطاف رئيس لجنة صرف المكافأة المالية السعودية لجنود وضباط الجيش والأمن يأتي هذا التمرد الشامل من قبل اللواء الأول مشاه بحري ما يضع هذه التصرفات في خانة المواجهة الصامتة بين الرياضي وأبو ضبي ويضع الرياض في موقف صعب للغاية لجهة اختبار نواياها الحقيقية جهة السلطة الشرعية والمستقبل الذي تخطط له بشأن اليمن تتجه الأنظار إذن إلى قوة الواجب السعودية في سقطرة لمعرفة ما إذا كانت ستبقى مجرد شاهد على العمليات المتواصلة التي تنفذها الإمارات لاستهداف الشرعية تماماً كما حدث في عدن وأبين والظالع ولحش قبل ذلك وتتجه كذلك إلى الرئيس هادي الذي تقاعس على ما يبدو في استخدام صلاحياته الدستورية طيلة الفترة الماضية بغضه الطرف عن بقاء قيادات أعلنت ولاءها الصريح لتمرد والمتمردين في سقطرة